بعد إعلانها الاثنين حل أزمة الوقود في 48 ساعة قال المتحدث الإعلامي بشركة البريغا لتسويق النفط الثلاثاء أحمد المسلاتي إن القرارات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن بدأت تؤتي أكلها وإن العمل جار على قدم وساق وبكامل الطاقة التشغيلية لتزويد شاحنات النقل التابعة لشركات التوزيع وجمعية النقل من مستودع ترابلوس النفطي وعبر الناقل أنوار ليبيا الراسية في ميناء ترابلوس البحري المسلاتي أضاف أن هاجس الخوف من عدم توفر الوقود هو الذي يدفع المواطنين إلى الإقبال المتزايد على محطات التوزيع وهو ما يتسبب في الازدحام ويجعل الأمر أشبه بالأزمة حسب تصريحه مؤكدا أن الوقود متوفر بالكميات الكافية وعلى المواطنين الوثوق في بيانات الشركة وعدم الإنجرار وراء الشائعات حتى لا يكون سببا في الأزمة بدل المساعدة في حلها وفيما تقول شركة البريغا أن أزمة الوقود في العاصمة والمنطقة الغربية تسير في طريق الانفراج حسب تعهداتها السابقة تشير في المقابل إلى أن منطقة الجنوب لا تزال تعاني من عدم وصول الوقود إليها لعدم توفر سبر الأمان سواء على السائقين أو الشاحنات التي تعرضت من قبل لعدة اعتداءات من قطاع الطرق والمهربين حسب نص أحد بياناتها الشركة أكدت أنه لا وجود لأزمة وقود في المنطقة الشرقية وأنها لا تعاني من أي ازدحام من أزمة وقود إلى أخرى تكثر التساؤلات عن من يصنعها هل هو المواطن بهواجسه التي لا مبررة لها حسب شركة البريغا أم أطراف أخرى تتجه أصابع الاتهام إليها بينهم المهربون والخارجون عن القانون والسائقون وحلقات أخرى مفقودة إجابتها عند صاحب القرار السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر